اشتركوا في القناة والحلقة هتكون مليئة بالروحانيات العالية الحاجات اللي كلنا بنحتاج لها هتكون مشرفني في الحلقة المنشد الشاب المتميز الأستاذ محمود حامد البدري وهو من مركز الغنائي محافظة أسيوت أستاذ محمود اهلا وسهلا بك شرفت ونورت برنامج حلم حياة أهلا بك يا أستاذ محمود طبعا أنا مبسوطة جدا بوجودك لأنك كمان منورنا من أسيوت وخطوة عزيزة أولا أحببت تدي الحلقة أني أسمع منك هيجا في البداية طبعا نحن النهاردة وصف ما احنا قلنا يعني هنسمع أكتر من نتكلم عايزين بقى نستمتع بالكلام الجميل وبالصوت الرائع والإنشاد معك محمد قدواتنا محمد قدواتنا محمد قدواتنا من أين أبدأ والحديث غرام من أين أبدأ والحديث غرام فالشعر يأكسر والكلام كلام من أين أبدأ في مديح محمد لا شعر ينصفه ولا الأقلام هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين هما آموا هو سيد الأخلاق دون منافسه هو ملهم وقائد مقدام ماذا نقول عن الحبيب المصطفى في وصفه تتكسر الأقلام ماذا نقول عن الحبيب المجتبى هو ملهم وقائد مقدام رسموك في بعض الصحائف مجرما في رسمهم يتجسد الإجرام لا عشنا إلا من ننتصر لمحمد وإن المسلمين كرام لا عشنا إلا من ننتصر لمحمد لأن المسلمين كرام يا حسرة السيف الذي لم ينعتق من غمده والمكرمة تتضام الله بسم الله يعني حاجة جميلة جدا 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 حاجة رائعة يعني بصراحة أمتعتنا عايز أبدأ معاك بقى إيه هي أدوات المنشد يعني المنشد الجيد إيه أدواته من وجهة نظرك هو أولا المنشد الجيد أو عموما أي منشد حابل يبدأ في مجلة أولا لازم يكون عنده موهب أنا الصراحة مش شايف يعني ممكن واحد ينشد مدر موهب أو يتعلم تعليم لأن الصوت ده مش حاجة جيدة لازم تكون في موهبة من الأساس يعني هو أهم حاجة طبعا المنشد بدون موهبة ما يبقاش منشد من وجهة نظر يعني ومن كلام حضرتك هردك مسؤال ثاني نعم وهو دلوقتي لما أجي مثلا الموهبة ممكن الواحد يكتسب الموهبة يعني أنت بتقول ما ينفعش الواحد يتعلمها ممكن الواحد يكتسب الموهبة أو لا ممكن يكتسبها بس لابد من وجود نبرة الصوت لابد من وجود نبرة الصوت في الأول تمام لو عنده صوت يحاول يكبر الناس طبعا زيما أنت بتقول إن الموهبة ما ينفعش الواحد ينفع يكتسبها يعني لازم الواحد يبقى عنده الموهبة اساسا لأن الموهبة متجيش بإجتسب يعني أنت emerg ما تكتسبش الموهبة لازم الواحد يبقى عنده الموهبة عشان يقدر 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 ينشد ما ينفعش اكتسب ودراسه هذا لا هو دراسه وFromتكصب لابد برضو عليك الصوت لأنه يعني ممكن يحفظ ممكن يقول وينشد يتكلم لكن مش هتتلاجى إعجاب بالصوت كمام فمش هتلجي حد متابع أو مثلا بيسمع لك مفيش مواهي بيعتبر طيب طيب أنا باعيز اسألك في حاجة أنا والسادة المشاهدين بنسمع كتير كلمة إنشاد بنسمع كلمة مدح بنسمع كلمة ابتهلات في فرق بين الحاجات الثلاثة دي كروحانيات أو مثلا هقولك على حاجة احنا نحب قوي نروح الحسين والسيدة نفيسة في مدح للرسول عليه الصلاة والسلام فكلمة مدح كلمة ابتهلات كلمة إنشاد في فرق بينهم ولا كلهم حاجة واحدة هو في الأساس أكيد كلهم حاجة واحدة لكن في كل واحد ليه طريق الصوت الإنشاد ليه طريقة معينة اللي ابتهل ليه طريقة معينة تمام وهكذا لكن في الآخر كلهم بيقدوا لطريق واحدة يعمل هو كلام حضرتك جميل جدا بس هناخد فاصل بعد أن نرجع مع حضرتك أعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نستكمل حديث أعزائي المشاهدين نرجعنا لكم من الفاصل وهنكمل مع المنشد محمود حامد البدري محمود نرجع نستكمل حوارنا تاني عن الابتهالات والمدح والإنشاد قلنا نحن الحالة والفروق ما بينهم هل فيه فرق ما بين الثلاث حاجات أو كلهم حالة واحدة كلهم حالة واحدة في المضمون لكن كل واحد ليه طريقة معينة في الابتهالي طريقة تختلف عن الانشاد غير الابتهال برضو يعني مش هابا بعض يعني تقصد كمسميات يعني هو كله يندرك تحت الانشاد تمام ولكن له أنواع بتختلف رقة للقائع بين المتح والمغوال والموشح يعني دار تختلف طب ممكن يعني على صوتك كده تدينا مثال الفرق بين ده أو ده تمام يعني حجاب بسيطة على صوتك يعني قلنا ده كذا وده كذا على صوتك يعني مثلا ده اتهاج ده مته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يغرى بهن ويولع الكرماء يا سيدة السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان بمدح طاها واكتسا عزا وإجلالا وزاد تكرم وجرى بطلعة بدره بحر الوافة وشد الزمان وشد الزمان بمدحه بمدحه وترنما صلى الله على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر 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 الله 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 على نور رسول الله المنشد يقدر يعني مثلا أو ينفع يبقى في مولد أو حاجة زي كده أنه مثلا يحيي ليلا زي الليالي دي؟ أكيد طبعا يعني ده بيبقى أجمل حاجة في المواقع في الحفلات اللي بتبقى زي كده اللي هو المنشد لأنه بيحيي الحفل كله يعني إنت لو تعرض عليك حاجة زي كده تروح؟ إن شاء الله إن شاء الله إحنا من هنا طبعا بندعي بقى يعني الناس القائمين على الحاجات اللي زي ديها المنشد اللي معنا بصراحة منشد جميل جدا ومنشد شاب وحاجة مشرفة بندعيهم يعني لو حد يعني عنده حاجة زي كده عنده حفل عنده ليلة زي ديها طبعا إحنا معنا رقم المنشد الجميل اللي أستاذ محمود معنا على الشاشة وهو جاهز لحاجة زي كده إن شاء الله طيب أستاذ محمود عايزة أسألك بقى بحاجة تانية مهمة جدا إحنا متعودين من زمان إن إحنا بنشوف المنشد لابس جلباب مثلا وعمة وكفطان والطريقة اللي إحنا متعودين عليها اللي هي التقليدية القديمة طبعا اليومين دول أنا شايفة الوضع مختلف تماما وفيه اتجاه حديث مختلف خالص فعايزين كده نوضح للناس إيه الإختلاف اللي حصل فيه تطور هو بالنسبة للملابس أو الزي الرسمي اللي المنشد مثلا ده ده مش تثبت على حاجة معانا الزمان كان بيلبسه اللي هو الشال مثلا وقفطان كده بيلبسه حاليا تلاقي ممكن بيلبس بادلة زي كده يعني انا شايفة تلابس مختلفة عن زمان فده مش مش يعني مش هتحكم على مسلا منشد يلبس حاجة معانا لا لا يعني مش قاعدة سابتة كل واحد من الحضية كما يشاء كل واحد يعني على حسب ما ارتاح هو بلا ساعة لم يفهاش أي حاجة وفيه فرق يعني فرق بتبقى في الإنشاءات ده تمام بيبقوا لابسين طاجم كامل نفس اللي هو نفس الزي بحيث ان هما يلفتلوا الانتباه شوية لكن لما يكون مثلا في إنشاد منشد وعده في حفلة مثلا أو في مكان ما مش لازم يلتزم بيلبس أو زي معين يعني طيب الانشاد الديني طبعا احنا نعرف ان المطربين الشعراء المؤسلين الناس دي بيقى لها قاعدة جماهرية كبيرة جدا تمام هل الانشاد الديني شايف ان وقت حقه ولو قاعدة جماهرية دلوقتي ولا شايف انه مظلوم هو بالطبع مظلوم يعني الانشاد ده بالذات فيه يعني منشدين كتير تمام وفيه متابعين كتير وفيه ناس كتير مهتمة بالموضوع ده لكن مش واخد حقه طبعا ده حاجة تخص يعني الرسوع السلام فلازم ده تبجى من أولويات الحياة بالنسبة تلتزم بيها وتسمعها وتحفظها لكن مش واخد حقه اعتبر بنسبة لها يعني اه يعني انت شايف ان مش واخد حقه زي بقى المواهد التانية لا لا المواهد التانية ممكن تلاقي غناء تلاقي يعني اي نوع لكن مش واخد حقه يعني الانشاد مش واخد حقه زي الكلام ده ان شاء الله يكون حقه ويبقى يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب انا عايزك بقى تفتح لينا قلبك كده وتقول لنا اول مرة قررت فيها ان انت تدخل في مجال الانشاد والمتح والحاجات الحلوة زي لما روحت البيت قلت المين ودور الاسرة بقى والاهل والدك والدتك استقبيروا الموضوع ازاي واكيد كانوا مبسوطين وفرحلين طبعا اكيد طبعا عايزينك بقى تحكينا عن مشاعرهم مين فيهم دعمك مين وقف جنبك الطريقة والله هو الواحد يعني بصراحة لولا والده ده اولا تمام هو يعني هو ظاهر في الحياة دي وهو كل حاجة يعني الحمد لله وقف جنبي في اي حاجة وانا ممتنى لي لحد يعمى موت تمام لأي الابوية تمام والدتي دي يعني بصراحة مش عارف مفيش كلام يعني اقدر اوصفها بي باللي عملته معي طول حياتي او اقدر اعبر عن شعوري بحب ليها هي وابوية وبالحمد لله يعني ربنا يحفظهم وقف جنبي في الحتة دي خالص ما عرضنيش في اي حاجة انا عايز اعملها مثلا فضح لما يعني حبيت اعمل حاجة كده يعني ما فيش اي احباط منهم نهائي بالعكس كان كل امداد منهم هم الحمد لله تمام يعني الاهل اللي كانوا معاك في ظهرك سندوك طبعا انا بحاول اختصر عشان الوقت سيب الانتهى سندوك وفيقفوا جنبك طبعا من هنا برضو بنوجه رسالة ان في اهل كتير جدا بيكسروا يعني ابنائهم وبيحدوطوهم شجعوهم وقفوا جنبهم انتو اول ناس لازم توقفوا جنبهم سؤال اخير قبل ما هتقول حاجة للختام لو هتوجه رسالة لحد هتوجهها لمين وهتقول فيها ايه هوجه رسالة لأهل اولا تمام اهل دولا كل حاجة بالنسبة لي يعني وقفوا جنبي في اي حاجة انا بصراحة مش عارفة اقول ايه في حاجهم بوجه لهم رسالة انها يشكرهم طبعا على كل حاجة عملها معايا ووقفوا معايا فيها وبخصوصا في الموضوع ده يعني الحمد لله اه وكل اهل يعني مش اهل البيت بس لا اهل كلهم وناس جريبوا الحمد لله يعني الواحد بيعز الناس كلها بنا نحفظه كل يعني تمام اه تمام طيب انا حب اقول ان انا سعيدة جدا بوجودك سعيدة جدا عشان حاجتين اول حاجة ان انت اصريت ان احنا نقول محمود حامد البدري والتكيت عمينا جدا ان لازم نقول اسم القبض مش بس اللقب تاني حاجة عشان انت نورتنا من مركز الغنايم قصيوت وان انت اصريت ان احنا برضا نقول قصيوت ونقول المركز ربنا يوفقك رب ان شاء الله وسعداء جدا بيك يعني في الختم كده تختم لنا بحاجة تقوله معا بك هنقول هنقول ان شاء الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله